موسيقى ولي العهد يتفقد اليوم استعدادات القوات المشاركة في الحج نيابة عن خادم الحرمين الشريفين أمير مكة يسلم كسوة كعبة لكبير السدنة موسيقى الرئيس الباكستاني يصل إلى المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي موسيقى حجاج أوروبا تجريبات وتحضيرات قبيل الانطلاق للحج موسيقى 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 اشتركوا في القناة نرحب بكم اعزان المشاهدين عبر قناة اقرأ الفضائية في حلقة جديدة من برنامجكم اخبار الحج لنطلعكم من خلالها على اخر مجريات موسم الحج لهذا العام 1437 للهجرة فاهلا وسهلا ومرحبا بكم في مستهل اخبارنا لهذا اليوم تفقد اليوم صاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا تفقد استعدادات الجهات المشاركة في الحج وقد عبر قادة القوات الامنية المشاركة في تنفيذ الخطة العامة للأمن في حج هذا العام عن ترحيبهم بصاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف بن عبد العزيز خلال زيارته لتفقد استعدادات الجهات المشاركة في الحج واجمع قادة القوات على ان حرص سمو ولي العهد يحفظه الله على تفقد استعدادات الحج والتأكد من جهزية كافة الجهات المشاركة خير دليل على ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام وعناية بتوفير كل سبل الراحة للضيوف الرحمن وتسخير كل الامكانات للحفاظ على امنهم وسلامتهم كما تمثل رسالة واضحة بان حجاج بيت الله الحرام في ايد امينة وانه لا مجال للتهاون في القيام بواجب وشرف خدمة الحجيج والحفاظ على سلامتهم نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود حفظه الله شهد صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين امير منطقة مكة المكرمة في مكتبه بجدة مراسم تسليم كسوة الكعبة المشرفة من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الى سدنة البيت العتيق واكد امير منطقة مكة المكرمة ان المملكة قيادة وحكومة وشعبة تتشرف بخدمة الحرمين الشريفين وذلك انطلاقا من واجبها الاسلامي تجاه اطهر واشرف البقاع على وجه الارض مشيدا بما تقدمه المملكة من خدمات جليلة لخدمة ضيوف الرحمن وقاصد البيت الحرام مع بداية موسم حج هذا العام عقدت قيادات الامن العام عدة مؤتمرات امنية للوقوف على الاستعدادات الامنية للحج نتج عنها مجموعة خطط لكافة القطاعات العسكرية المشاركة في حج هذا العام المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي اعلنت قيادة الامن العام في المؤتمر الصحفي الثاني لشرح الخطة الامنية العامة للحج بانها تعمل على تسخير الطاقات الالية والبشرية لتحقيق الامن والسلامة للحجاج مؤكدة ان قواتها على اتم الاستعداد لمواجهة جميع المخاطر الامنية من اجل حج امن بمشيئة الله بالنسبة لاستعداداتنا كل عام يكون افضل من العام اليلي طبعا تدرس السلبيات وتنمى الايجابيات ويتم تلافي ما يرصد من السلبيات في العوام المصرمة لله الحمد كان العدد فيما يخص الكوادر البشرية عدد كافي وكبير اكبر من العام ايضا الدعم بالاليات الدعم بالاجهزة اضف الى ذلك التوسع في مراكز الضبط الامني ونقاط الفرز التي ترفع حصائياتها يوميا وكنت شاهدونها وصرحت القيادة اثناء المؤتمر بانها ستتخذ كافة الاجراءات لمنع المخالفين ممن لا يحملون تصريح الحج من الدخول الى المشاعر المقدسة مشيرة الى انها قامت بنشر دوريات سرية على المحاور في المناطق الصحراوية لرصد من يحاول الدخول بطريقة غير نظامية ووجهت القيادة رسالة للناقلين مفادها انهم بنقلهم للحجاج غير النظاميين فانهم يساهمون في مخالفة اوامر ولي الامر وبالتالي مخالفة اوامر الله تعالى الذي قال في محكم كتابه من بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الامر منكم خطتنا هي منع الحاج غير النظامي كل مراكز هذه اللي ذكرتها مهيئ فيها مراكز ايواء للحجاج واستقبالهم سواء النظامي او غير النظامي له مننا كل التقدير والاحترام ولكن لا بد ان نسهل امر الحاج النظامي ان لا تأخذ المعاملة عندنا او وقوف الحاج دقيقة واحدة فقط وهي اعتقد انها وقت قياسي لمروره عبر وسائل الحجز الموجودة في نقاط الفرز الرئيسية من اي مركز من مراكزنا غير النظامي هذا له اجراء اللي هو التبصيم واعتقد انها صدرت عقوبات بقرار من مجلس الوزراء سواء الناقل للحجاج او من نسبة للحجاج غير النظاميين سواء السعودي او الاجنبي كلاهما له عقوبة متعلقة به تصريحات صارمة على لسان قيادات الامن العام مفادها بان الحج عبادة وبالتالي فان الاوامر واضحة للتعامل مع كل من يحاول الاساءة للحجاج ومن اراد الخروج عن شعائر الحج فسيتم التعامل معه بكل حزم وشدة ولن يسمح بان يخرج الحج عن مساره الطبيعي فالحج من اجل الحج عقب تتشين المشروع رأى سموه حفل توقيع عدد من الاتفاقيات لتقديم خدمات الإعاشة لضيوف الرحمن لعدد من الشركات حيث سيوفر المشروع في هذا العام مليون وجبة وذلك عبر مركزه الرئيسي في عرفة ومن المتوقع خلال السنوات القادمة أن يتم الاستغناء بشكل كامل عن الطبخ داخل المشاعر المقدسة ويعتمد المشروع في طريقته على تجهيز وجبات مجمدة وإعادة تسخينها في المشاعر المقدسة وذلك لتفادي عمليات التسمم وتنظيم عملية التغذية لحجاج بيت الله الحرام وهذا المشروع أعتقد أنه بداية أيضا للنهج التي نهجته الدولة في رؤية 2030 والذي يعتمد في أحد بنود على الشراكة مع القطاع الخاص واليوم والله الحمد هذا المشروع قائم وسيتم تأمين ما يقرب عن 500 ألف وجبة في موسم حج هذا العام لبعض البعثات الحج التي طلبت وبالمناسبة هناك لأن المشروع أول سنة هذا يطلق سنة العام الماضي كان على مستوى تجريبي لكن بالمناسبة وصلت عدد طلبات أكثر من الطاقة التي كان محدد لها وهذا يبشر بالخير الحمد لله وسيتم أيضا توقيع على هامش زيارة سمو الأمير لهذا المشروع بعض الاتفاقيات مع بعض بعثات الحج نوات هذا المشروع انطلقت في موسم الحج الماضي بمرحلة تجريبية تم خلالها قياس السلبيات والإيجابيات للمشروع وتحليل الحالة التجريبية ليتم اعتماده هذا العام في خطوة جديدة لخدمة ضيوف الرحمن لقناة اقرأ عبدالله حامد مكة المكرمة مشاهدين الكرام يقدم المسار الإلكتروني العديد من الخدمات التي تسهل على حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين التقرير التالي يوضح لنا أهمية المسار الإلكتروني نتابع وإياكم مع التطور الإلكتروني الذي يجتاح جميع المجالات كان لحج هذا العام 1437 نصيب وافر تمثل في تجشين المسار الإلكتروني لحجاج الداخل عبر موقع وزارة الحج على شبكة الإنترنت ويقدم المسار الإلكتروني العديد من الخدمات التي تسهل على حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين استخراج تصاريحهم وحجز حملاتهم بطريقة صحيحة والله المسار الإلكتروني بسيط يعني أنت تخش على المسار الإلكتروني تكتب في الموقع المسار الإلكتروني طوالي بزارة الحج طوالي يطلع الصفحة وفيها التعليمات كيف تسجل لكن الناس أشكلها ما بتعرف يعني حاجة جديدة عليهم ملف أنه الواحد يكتب يدويان وحاجة عشان كده الآن المسار الإلكتروني يبغالوا شوية مفهومية للناس وحتى الناس الآن ما تتطلع حتى لو كان أعطي تعليمات وحاجة والناس ما بتقرأ ما تبعى يجيك وقت الحجبس يقول لك أنا ما عرفت هذه المشكلة يعني ما قصرت الوزارة من فترة طويلة كانت تقول أنه الشغل كله حيكون مسار الإلكتروني يسجل الناس ما بتقرأ هذه المشكلة كما يساهم المسار الإلكتروني في الحد الكبير من الحملات والتصاريح الوهمية كونه يضم مجموعة الحملات المصرح لها والمعتمدة من قبل وزارة الحج يتضمن المسار الإلكتروني برامج الحجز بأنواعها الثلاث وهي البرنامج العام برنامج منخفض التكلفة البرنامج الميسر ويجد الزائر للمسار الإلكتروني شرحا تفصيليا لكل برنامج على أربع جوانب من أسعار الفئات والإعاشة ومكان السكن وطريقة التنقل حيث يستطيع الحاج من خلال زيارته للمسار الإلكتروني الحصول على شرح واف يستطيع من خلاله تحديد البرنامج الذي يناسبه ماديا ومعنويا ما في شك المسار الإلكتروني كل المجالات الإلكترونية يعطي تيسير أفضل لعمليته تصريح عملية التسجيل عملية تنظيمية تسهل على كل حجاج تمنع عملية التدليس والغش للبعض الحملات التي كانت تشتك منها على أسأل جميع يدفع ويدفع لمقام وزارة الحج والعملية سهلة من يستطيع التحويل المالي أصبح أسهل وإن شاء الله السنوات القادمة يكون أفضل المسار الإلكتروني شرحا هذا البرنامج العام هو البرنامج ألف سيكون فيه إن شاء الله في مجرى الكفس يكون خدماته في ألف في الشريحة الأولى عندنا هذا يطبع العمل برنامج المخفر وهو فيها وتقول وزارة الحج إن تطبيق المسار الإلكتروني سيدخل مرحلة الإلزامية بالنسبة لحجاج الخارج اعتبارا من الموسم المقبل ويعرف هذا المسار إجرائيا بنظام الحج الموحد استعرضنا وإياكم المسارات الإلكترونية لخدمات الحج لحجاج الداخل عبر المكاتب المصرح لها كان معكم لقناة إقراء معاذ الحطامي جدة مشاهدين الكرام فقرات أخبار الحج متواصلة بإذن الله تعالى لكن بعد هذا الفاصل القصير فابقوا معنا أهلا بكم مشاهدين الكرام مجددا في أخبار الحج إلى هذه الزاوية حيث تغمرهم الفرحة وتلفهم البهجة وهم يقومون بتلبية دعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام إنهم حجاج أوروبا تقريرنا التالي من فرنسا نتابع الإقبال في فرنسا على التسجيل لتأدية مناسك الحج يتزايد بشكل ملحوظ وتصحبه أجواء من الفرحة والبهجة أثناء التحضيرات والإعدادات رغم ما تمر به البلد من اضطرابات وتناقضات والله فرحة كبيرة والله الحمد لله أي واحد أي مسلم يعني كيتمنى يزور ذلك المقام هذه أمنيت أي مسلم يعني اللي عنده يعني مستطع يمشي مضنيتش ما يروحش الحمد لله أنا فرحانة كل عام كنت كنت منك نقول هاد العام نمشي هاد العام نمشي يربي يصر لي هاد العام إن شاء الله مشيت عمره وهدي دبغة إن شاء الله حجة إن شاء الله تتكفل وكالات السفر عادة بكافة الترتيبات الإدارية لتقدم للحج كافة المعلومات التي يحتاجها لحظة بلحظة لتتم رحلته على أكمل وجه هذا كتب في جميع ما يتعلق بالرحلة إن شاء الله بالسفر ديال الحج فيه الفناديق فيه تكسير حول الفناديق حول حياة المملكة السعودية حول الصرف هناك في الحلم الخارجية والمقاطية في الجدا وهو كل ما يتعلق بالرحلة إن شاء الله wellness كل مfinance orange خورة أيضا وكافة من القناة دكت харävة نظر الحركة كنفتوا مع يلاخاتكم بعد ان شاء الله بعد ان شاء الله ان شاء الله ان کس حليx ايد مني ان لا يحتsek حالك حاليا الوفي attend لم ترى أكثر من 14 ألف حج خرجوا من فرنسا هذا العام ساعدهم ونظم أمورهم قبل الخروج وأثناء تأدية المناسك مئات الأئمة والمرشدين والأطباء المرافقين بالتنسيق دوما مع السفرات السعودية بالنسبة للحج فرنسا الحمد لله يعني الأمور ميسرة جدا الزبناء يجيوا بدري يتم تشجيل بدري هذه السنة الوزارة الحج فتحت النظام الإلكتروني فتحته على بدري فكان عندنا وقت كافي باش نبيعه الجوازات عبرنا الانترنت وكان تنسيق جد منتاز مع السفارة المملكة في باريس تنسيق بين الوكالات والقنصرية فكان الحمد لله الجوازات يخرجوا في بعض الأحيان نخرجوا في نفس اليوم نحطهم في الصباح ونأخذهم في المساء يتلقى الحجاج قبل سفرهم عدة تدريبات حول التعامل مع رحلة الحج التذكير بالمناسك وأصول تأديتها وكذلك الجانب النظامي والإداري مع التركيز دوما على أهمية الجانب الصحي خصوصا لكبار السن من الحجاج الحمد لله بأفضل الله كان مشي للحج كل السنة باش نساعد الحجاج في الصحة في اللي يتعب السكر نساعده اللي عنده معواق نساعده في المناسكة الحج لازم الحجاج يدوزوا الحج ممتاز لازم بد لكان تعبان ولا شي حاجة لازم يكون عنده دوتاه لازم يكون عنده مساعدات طبية مع أحده مع كل دفعة من حجاج أوروبا يسافر عدد من الشباب المعتنقين للإسلام حديثا وتلاحظهم يسألون ويستفسرون عن أدق التفاصيل لتأدية أفضل ما لديهم هؤلاء الشباب يتلقون تعاملا خاصا وترحيبا حارا من قبل كل الجهات المنظمة في أوروبا والمملكة رخ خاصه لأخه أريد أن ن laborز perfectly من ذلك أريد كنلافق لنربع كنلافق ليس لو كاناً في الصلاة لكن على الملحق بطريقة للجهد وليساً الان يفعل الأسفل وليس على الملحق وليس يتوال وليس يمضي العمل لنسيتنا للمساً المتصدرات العربية كل ذلك سبحان الله نخطرت بإخوان لنا من شتى البلاد الإسلامية ونكتشف تقافات أخرى فحقيقة يعني فيها منافع عظيمة ولهذا ربنا جل وعلا قال يشهدوا منافع لهم وهذه المنافع لما ترى إخوان لك عندهم عادات أخرى وتقاليد أخرى وكيفيات أخرى للمعيشة والحياة فالإنسان يكتشف أمور أخرى تقوي من إيمانه وتوسع من فهمه لمصطلح الأمة عزام سليم من فرنسا لقناة إقراء ولتسليط الضوء أكثر على حجاج فرنسا ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية عز الدين عيوش مسؤول في تنسيقية منظمي الحج في فرنسا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيد عز الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أسعد الله وقاتك بكل خير الله يبرك فيكم الله يبرك فيكم في البداية سيد عز الدين مرحبا في البداية دعني أسألك عن الآليات في عمل وكالات الحج في فرنسا حبذا لو تطلعوننا عليها نعم طبعا أخي الفاضل في فرنسا فيه قرابة 26 وكالة سياحة أو جمعية يعني الجمعية قليلة جدا ولكن أكثرها وكالات سياحة شركات أسفار كلها هذه الـ 26 المعتمدة من طرف وزارة الحج السعودية جميل وأغلبيتها بل أقول جلها منتظمة في تنسيقية منظمي الحج المعتمدين بفرنسا ما يسمى بالفرنسية سياحة شيف هذه الوكالات طبعا هي التي تسويق للحج وتبدأ هذا التسويق يعني شهور قبل الحج طبعا ثم كذلك تنظم كل ما يترتب يعني من تعليم وتوعية الحج بقضايا الحج قضايا الصحة قضايا المناسك حتى المناسك إلى غير ذلك إلى جانب طبعا المساجد والجمعية التي توعي الحجاج وتقوم بدورات تعليمية للحجاج قبل ذهابهم إلى الأماكن المقدسة هذه الوكالات أخي الفاضل هي وكالة معتمدة ولها يعني حصص كما تعلم يعني فرنسا لها كوطة معتبر حصة معتبرة للحجاج فهي تتمتع بأكثر من 22 ألف يعني فيزا قبل أن ينتقص منه 20 بالمئة بالنسبة للأشغال التي قامت بها المملكة العربية السعودية تلك الأشغال لتوسعة الحرم المكي والحرم النبوي فالآن تقريبا ما يقارب 18 ألف يعني مسلم ومسلمة يتوجهون من فرنسا إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج وهذه الأعداد الهائلة الحمد لله الشركات المعتمدة تقوم بتنظيمها وتأطيرها ثم نقلها إلى الأماكن المقدسة جميل سيد عز الدين ذكرتم أن عدد الفيز التي أصدرتموها للحجاج هي 22 ألف حاج وأن عدد الحجاج 18 ألف حاج هناك نقص في العدد ما الذي هل هناك خلم في في الحقيقة ربما لم أبين جيدا القضية هي كانت 22 ألف قبل أن ينتقص العدد إلى 18 ألف لأن ننتقص بـ 20% من طرف المملكة بالنسبة للأشغال يعني الهائلة التي تقوم بها المملكة في توسعة الحرم المكي والآن العدد هو 18 ألف أو ما يقارب 18 ألف حاج وهذا العدد للقوطة مستوفى جميعا كاملا يعني أن الطلب أكثر من الممكن يعني حجاج لا يستطيعون الذهاب إلى أداء الحج لأن القوطة أقل ما هو مطلوب في السوق نعم جميل أحب ذلك تحدثنا عن نسبة الحجاج الحديثية العهد بالإسلام جديدي العهد بالإسلام هل هناك مساحة كبيرة لهؤلاء الحجاج من ضمن هذه الأعداد التي قمتم بتفويجها إلى بلاد الحرمين الشريفين بارك الله فيكم يعني في الحقيقة لابد أن نبين أن فرنسا هي بلد متعدد يعني الديانات والديانة الإسلامية هي الديانة الثانية بعد الديانة الكاثوليكية من حيث عدد المعتنقين للإسلام ويقارب هذا العدد خمسة أو ستة ملايين يعني عدد كبير جدا ولله الحمد والمنا ففي الحقيقة لما نقول يعني المعتنقين للإسلام طبعا منهم من هو معتنق جديد يعني من أصول أوروبية ولكن حتى الشباب المسلم يعني الذي هو من منشأ عربي مثلا مسلم لا يمكن أن نظن أنه مسلم يعني التقاليد والثقافة لأنه لا يعرف الكثير عن ثقافته الأصلية عن أجداده نحن في أجيال رابعة وخامسة في فرنسا يعني ولدت في فرنسا ولا تعرف الكثير عن الإسلام وعن ديار الإسلام وبلاد الإسلام ولذلك لما نتكلم عن هؤلاء المعتنقين للإسلام لابد أن ندرج إلى جانب الأوروبيين الأصل الأوروبيين حتى هؤلاء الشباب الذين هم من أصول طبعا عربية إسلامية ولكن ولدوا هنا وثقافتهم ثقافة أوروبية فالحج لما تكون مسألة الحج فهو اكتشاف كبير جدا وعظيم جدا لهم يعني عن طريق الحج يعني يكتشفون بلد الحرمين ويكتشفون يعني للشعوب والأمم الإسلامية المختلفة ويكتشفون يعني مناسك الحج وديانتهم يعني فهذا يعني موعد عظيم جدا ولذلك نجدهم يتشوقون شوقا كبيرا إلى أداء هذه الفرضة العظيمة جميل نسأل الله تعالى سيد عز الدين أن يتقبل منهم وأن يوصلهم إلى أرض الحرمين سالمين معافين إن شاء الله ويقضوا هذه الفترة بإذن الله تعالى وأن يعودوا إلى بلدانهم كيوم ولدتهم أمهاتهم إذن السيد عز الدين عيوش مسؤول في تنسيقية منظمي الحجاج في فرنسا كنت معنا ضيفا في هذه النافذة شكرا جزيلا مشاهدين الكرام استكمالا لأخبارنا لهذا اليوم شاركت سفارة خدم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية في افتتاح مدينة واستراحة حجاج الجيزة ووداع قوافل الحج الأردنية يرافقهم أيضا عرب 48 نتابع التقرير التالي مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور والعربيات مدينة واستراحة حجاج الجيزة تجيهات من معالي وزير الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية مندوب حضر الساحب الجلالة رأي الحفل لهذا اليوم وجهنا معالي الوزير إلى تجهيز هذه المدينة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام وهذه المدينة وقفية من سعادة الشيخ ممدوح الفايز أوقفها لخدمة حجاج بيت الله الحرام ولله الحمد كان هناك عمل متواصل على مدار الساعة خلال الأيام الماضية لتقديم الخدمات والتسهيلات لحجاج بيت الله الحرام فجأنا بمدرية أوقاف عمان الثالثة أنها قرروا أن وزارة الأوقاف مشكورة أن تعمل هذا الموقع مدينة الحجاج فطلبوا مساعدة بلدية الجيزة والحمد لله رب العالمين اتمكننا من تقديم المساعدة التي طلبوها مننا وإن شاء الله أننا ما قصرنا معهم اليوم يوم مميز في لواء الجيزة نستقبل بمعيتكم عدد كبير جدا من حجاج بيت الله الحرام وسيكون هذا المركز مركز رئيسي أسوى بمركز إمعان لاستقبال الحجيج هذا الجهد حقيقة هو ثمرة عدد كبير جدا من الناس كان هناك ثمرة اشتراكية من خلال وزارة الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية مشكورة على الجهد الذي تبدله وأعلن الدكتور واء العربيات وزير الأوقاف إطلاق خدمة التتبع الإلكتروني للحجاج بالتعاون مع إحدى الشركات الخاصة والتي يتم من خلالها الاستعلام عن انتلاق وحركة جميع الحجاج من لواء الجيزة وتبين مسار الانتلاق حتى المملكة العربية السعودية خدمة التتبع الإلكتروني هذه ستتيح لنا متابعة حجاجنا أونلاين مباشرة من المراكز الحدودية أيضا من المدينة المنورة ومنكة المكرمة نستطيع الإطلاع مباشرة إلكترونيا وتم شبك الكوادر الموجودة في الحدود في المدورة في الجيزة في معان أيضا في المدينة المنورة وفي مكة المكرمة نعرف كم عدد الحجاج الذين دخلوا وكم الذين غادروا تجميع هؤلاء الحجاج وأيضا مغادرتهم إلى مكة المكرمة ومن ثم عودتهم مرة أخرى إلى أراضي المملكة الأردنية جميعا يذكر أن استراحة حجاج الجيزة وقف لله تعالى من المحسن الشيخ ممدوه الفائز وشاركت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية افتتاح المدينة واستراحة الحجاج لوداع قوافل الحج الأردنية وعرب الثمانية وأربعين السفارة طبعا هي دورها للأمانة دورها في التأشير ومتابعة الجوازات وأيضا وتفوج الحجاج إلكترونيا السنة هذه اختلفة عن العوام الماضية كون الآن التفوج الإلكتروني والمسارات الإلكترونية خدمت السفارات كثيرا بأن أصبحت ارتباطها أيضا مع وزارة الحج فالسفارة تسهل وتسرعة الإجراءات تقدم في سرعة الإجراءات لإنهاء التأشير والحمد لله أنا أقول لك انتهينا من التأشيرات الخاصة في الحصة الرسمية لحجاج الأردن والدول الأخرى التي تغطيها السفارة السعودية في عمان مشاهدين الكرام من دولة الأردن الشقيقة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث تبذل الجوازات الكثير من الجهود الممثلة في الخدمات المقدمة في المنافذ البرية والجوية والبحرية لاسيما في موسم الحج على رفيق وفانا بهذا التقرير من المدينة المنورة نتابع وإياكم مع بداية موسم الحج لهذا العام تستقبل المملكة العربية السعودية ملايين الحجاج في جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية وقد بدأت المديرية العامة للجوازات بالقيام بمهامها المناطة بها في موسم الحج وإنهاء إجراءات دخول حجاج بيت الله الحرام في جو من الاحترافية والتنظيم وسرعة الأداء حقيقة استعدت جوازات مطار الأمير محمد بن عبد العزيز منذ نهاية موسم حج العام الماضي بجمع السلبيات والإيجابيات كذلك ووضع خطة خاصة لحج هذا الموسم 1437 منذ أكثر من 6 أشهر حقيقة يعمل في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز أربع صالات خاصة للحجاج إضافة للصالة الرئيسية أيضا تستقبل الحجاج جميع هذه الصالات تحتوي على 90 كونتر خاص للجوازات يتم من خلال استقبال حجاج بيت الله الحرام والزوار وقد استنفرت الإدارة العامة للجوازات كافة كوادرها المدربة والمؤهلة بما لديها من أجهزة ومعدات حديثة لمكافحة التزوير وأجهزة الحاسب الآلي المطورة لضمان سرعة إنهاء إجراءات الحجاج بكل يسر وسهولة كل كونتر مخصص فيه جهاز حاسب آلي أيضا مربوط طبعا بالمركز المعلومات الوطنية يتم من خلاله تسجيل بيانات كل حاج وإدراجها بالنظام التأكد من المعلومات الخاصة بتشيرت كل حاج إضافة إلى وجود جهاز الخصائص الحيوية البصمة لأخذ بصمة كل حاج قادم إلى المملكة بصمة طبعا العشرية وأيضا صورة شخصية لكل حاج ويتم حفظها في النظام والتأكد أيضا من معلوماته هل لدى الحاج أي ملاحظات إن وجدت بالجهاز وبالتأكيد بتظهر خلال البصمة أيضا لدينا أقسام أخرى دائما مثل قسم مكافحة التزوير وهذا قسم متخصص يعمل على المدار الـ 24 ساعة يقوم بفحص في حالة وجود هوية معينة أو معلومات لدى حاج مشتبه فيها أنها مزورة تكون أو لديها ملاحظات طبعا بداية يقوم وضوف الكوانتر بالتدقيق بالجواز والتدقيق بالتأشيرة إذا حصل ملاحظة على هذا الجواز يقوم بتحويل القسم المختص لمكافحة التزوير للتدقيق للجواز وفحصه ومن ثم تأكد من المعلومات في حالة كانت صحيحة يتم التصريح بالموافقة لها وفي حالة وجود لحظات أخرى هناك إجراءات إخرى إدارية في داخل المطار تتخذ في هذا القبيل بالتنسيق مع شركات الطيران وما زال العمل على قدم وساق في المديرية العامة للجوازات لاستقبال ضيوف الرحمن وتذليل كافة العقبات بكل السبل الممهدة لإنهاء إجراءاتهم من المدينة المنورة لقناة إقرأ يوسف شوتري فقرات أخبار الحج مشاهدين الكرام لا زالت مستمرة بكم ولكن بعد هذا الفاصل القصير فابقوا معنا أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام مجددا في برنامجكم أخبار الحج الآن زاوية جديدة ينضم إلينا فيها في الأستوديو الأستاذ ماجد الكناني الصحافي والإعلامي أهلا وسهلا بك أستاذ ماجد أهلا وسهلا مرحبا حياك الله إذن فقرة الصحافة ومشاهدين الكرام نطالع وإياكم الآن أبرز ما طلعته لهذا اليوم ثم نعود إليكم بداية عنوين الأخبار في فقرة الصحف من جريدة اليوم أمير منطقة مكة المكرمة يسلم كسوة الكعبة المشرفة لكبير سدانة البيت العتيق ومن جريدة المدينة قيادات أمن الحج تعقيد المؤتمر الصحفي الرابع لشرح الخطة الأمنية لموسم حج هذا العام وفي جريدة عكاب خفض عدد الجهات الحكومية المشاركة في الحج والاقتصار على الأمنية والخدمية وفي جريدة الرياض ولأول مرة هيئة تطوير مكة تطلق تطبيق تفويج قطار المشاعر وفي جريدة المدينة العمل تتثبت من 2232 تأشير موسمية للحج بميناء جدة ومن جريدة القبس الكويتية جهود سعودية ضخمة لمنع التدافع في الحج وفي جريدة الأخبار المصرية تصريح لرئيس بعثة الحج حجاجنا بخير ولا أمراض وبائية وعشرة فيات بسبب الشيخوخة ومن جريدة الغد الأردنية ألفين ومئة لاجئ سوري في المملكة يؤدون فريضة الحج أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا في أخبار الحج ونجدد الترحيب أيضا بضيفنا الأستاذ ماجد الكناني الصحافي والإعلامي أهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا بداية دعنا نتحدث عن الأبرز اليوم أبرز حدث حصل اليوم والذي كان الزيارة التفقدية التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز سمو ولي العهد للقوات المشاركة في الحج في هذا العام حبذا لو تحدثنا عن أثر هذه الجولة التفقدية التي قام بها الأمير محمد بن نايف على الحجاج والحجيج بشكل عام لا سيما في هذه الأوقات نعم أولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد هذه الجولة التي قام بها اليوم سمو الأمير محمد بن نايف ولي العهد وزير الداخلية هي عادة سنوية يقوم بها وزير الداخلية بالوقوف باعتبار أنه رئيس لجنة الحج العليا والمشرف العام يقف دائما على جميع الاستعدادات للأعمال الأمنية وللجهات الحكومية المشاركة في أعمال الحج ويطلع على كل ما يعني الاستعدادات التي جهزت لهذا الموسم وأفضل يعني وتعرض عادة وبالذات الأجهزة الأمنية أحدث ما توصلت إليه من تقنيات وتدريبات أمام وزير الداخلية جميل طبعا هذا العام معروف أن عدد الرجال الأمن وبالذات خاصة أن الرجال الأمن يعتبرون حجر الزاوية والعنصر الأساسي في خدمة الحجاج هذا العام عدد العاملين من رجال الأمن في خدمة الحجاج ارتفع بنسبة كبيرة جدا وصل إلى سبعين ألف رجل أمن ما بين ضابط وفرد إضافة إلى استخدام تقنيات واستخدام أجهزة ومعدات للمرة الأولى في حج هذا العام طبعا هذه الاستعدادات هي استعدادات دائمة في كل عام يحدث مثل هذا الإدراج مثل هذه التقنيات الجديدة لكن أنا أتكلم عن حج هذا العام بشكل خاص لأنه يحدث في ظروف استثنائية مختلفة قليلا سواء من خلال الجماعات أو من خلال الأحداث الأمنية المحيطة بالبلاد على جميع الأصعداء سواء في الداخل أو في الخارج القوات الأمنية السعودية دائما تأخذ بعين الاعتبار الأمور الصغيرة والكبيرة في الجانب الأمني وتتعاطى مع كل أمر صغير على أنه أمر كبير جميل من يزور مكة في هذه الأيام يلاحظ الاستعدادات من المدينة القريبة من الطائف مثلا أو جدة أو المدينة القريبة من مكة المكرمة يلاحظ كيف أن هناك استعدادات كبيرة جدا نقاط تفتيش وفرز كبيرة وفيها تركيز عالي من التفتيش هذا العام أعتقد سيكون هناك صعوبة حتى في عمليات التسلل التي كانت في أعوام مضت موجودة يعني إلى المشاعر المقدسة نعود إلى الجولة هذا العام كما قلت يعني عرضت القوات السعودية القوات الأمنية السعودية يعني أجهزة ومعدات لم يسبق استخدامها أبدعت قبل قليل كما شاهد الجميع ربما إذا عرض هذا التقرير في تقديم عروض عسكرية جميلة ورائعة ومطمئنة ومشرفة ومشرفة جدا نتمنى لهم التوفيق والسداد بإذن الله اللهم أمين سيد ماجد في جليدة عكاب ذكر أنه تم خفض عدد الجهات الحكومية المشاركة في الحد والاقتصار على الجهات الأمنية والخدمية برأيكم يعني هذا الاقتصار على هذه الجهات هل تظن أن هذا للتخصص أكثر و للتنظيم كذلك أكثر في هذا الموسم السعودية ومسؤولينها دائما يستخدمون عبارة أنهم يستعدون للحج القادم بعد الحج الحالي بعد أن ينتهي آخر يوم في هذا الحج يبدأون للاستعداد للحج القادم في كل حج يرون ويرصدون السلبيات والإيجابيات مثلا وجود بعض الإدارات الحكومية في الحج يكون يعاقة أو وجودهم يشكل مثلا يشغل حيز معين في مناطق الحج لا فائدة من وجودهم في هذه المناطق لذلك مثلا في هذه السنة تم تخفيض بعض الإدارات الحكومية لا داعي لوجودها في نفس المشاعر المقدسة وإن وجدت فتوجدت في مواقع أخرى قد يكون دورها في مكان آخر إما دورها في أماكن أخرى أو دورها بعد الحج مثلا مجلس القضاء الأعلى الأمور العدلية اكتفى هذا العام أو اكتفت الجهات الحكومية هذا العام بإيجاد قضاء في المشاعر فقط بدون مجلس القضاء الأعلى وبدون شيء أكبر من ذلك للحكم طبعا فيه شيء للنشالين أو المجرمين أو أي من يرتكب جريمة في الحج يتم الحكم عليه في نفس يوم الجريمة مباشرة ممتاز جدا يكون فيه معالج للموقف بشكل سريع جدا هي أسرع محاكمة أساسا تحدث في العالم هي في أيام الحج ممتاز جدا أيضا من ضمن الجهود التي تقوم بها المملكة وتحرص عليها المملكة ممثلة في إمارة منطقة مكة المكرمة اليوم التقى الأمير خالد الفيصل بالرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء واطلع على أعمال الهيئة في ذلك وأعمال التفتيش أيضا في الميدان كيف ترون حرص المملكة في هذا الجانب جانب سلامة الحجاج وأمنهم وطمأنينتهم خصوصا في مجالات الغذاء والدواء في كل شيء كل هذه الخدمات كل هذه المنظومة الضخمة التي تأتي من جميع أنحاء المملكة لخدمة الحجاج في هذه السبعة أو الثمانية الأيام التي يتواجدون فيها في ميناء هدفها النتيجة أو الخلاصة النهائية هي سلامة الحجاج كل شيء يصب في هذا أمنيا سلامتهم الغذائية سلامتهم الصحية سلامتهم في جميع الجوانب إحدى هذه الأمور هي السلامة الغذائية وهي مهمة جدا يعني فرضت الجهات المسؤولة على الحج على الوزارة الشؤون البلدية على هيئة الغذاء والدواء عملية رقابية مشددة أيضا على المخيمات التي تقدم هذه الوجبات وعلى الأغذية بأن تكون غاية في السلامة ومستوفية جميع العناصر جميل جدا طيب أستاذ ماجد الكناني الحديث معك ماتع لكن دعنا نأخذ هذه الفقرة وهي فقرة أبرز المقالات مشاهدين الكرام نعرض لكم هذه الفقرة ثم نعود ونستكمل الحديث في فقرة أصحافة مع الأستاذ ماجد الكناني فابقوا معنا اليوم ومن جريدة الرياض مقال للكاتب أحمد الجميع يستهله به ليس من السهل على دولة تخوض حربا في جبهة القتال وحروبا في جبهات أخرى للتصدي لمشروعات تهديد معلنة وتدخلات سافرة وشعارات طائفية بغضاء وإرهاب أعمى أجير أن تستقبل ثلاثة ملايين إنسان بتعدد ثقافاتهم ولغاتهم وتوجهاتهم ومرجعياتهم في مساحة محدودة وزمن محسوب وتوفر لهم الأمن والسلام والطمأنينة وتقدم لهم كافة الخدمات من سكن وإعاشة ونقل المملكة وحدها تستطيع فعل ذلك وأكثر من ذلك لأنها تتشرف من مليكها إلى أصغر مواطن بخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار تحت أي ضرف كان ومهما كانت التكاليف وترى ذلك شرف الدهر الذي لا ينازعه عليها أحد والسهر على أمنهم وسلامتهم وراحاتهم وسام فخر واعتزاز لتسابق الجميع على نيله والتضحية من أجله وفي نفس الجريدة ونفس الموضوع تقريبا ولكن من وجهة نظر سياسية مقال للكاتب علي الخشيبان بعنوان السعوديون والحج النفط والإسلام والسياسة يقول فيه الإطار السياسي لدولة مثل المملكة العربية السعودية ارتكز عبر تاريخه لتأكيد حقيقة واحدة متمثلة في خدمة الإسلام بشكل تام انطلاقا من المعطيات التاريخية التي تتمتع بها السعودية فوجود الحرمين فيها شكل محورا لكل السياسات الداخلية والخارجية والمتتبع لخطبة الملك عبدالعزيز رحمه الله عندما دخل مكة لأول مرة في بدايات العقد الثالث من القرن الماضي يدرك أن تاريخ السعودية الحديثة في ذلك الخطاب وضع الاستراتيجية الأولى للسياسات السعودية تجاه خدمة الإسلام والمسلمين ثم يختم مقاله بقوله الحقيقة التاريخية تقول إن الإسلام والمسلمين لديهم القدر على التخلص من الإضافات غير الإسلامية وخاصة في قضية الركن الخامس للإسلام ومع كل ما يحدث اليوم فالمسئولية التي تلتزم بها السعودية تجاه الحج لن تلتفت لدولة بعينها ترغب في تحويل مناسبة الحج إلى شكل من التهريج السياسي فكل القادمين إلى مكة أهدافهم تكملة عقيدتهم باستكمال الركن الخامس للإسلام إذن من جديد مشاهدين الكرام عودة إلى حضراتكم وإلى فقرة الصحافة والتي نستضيف فيها في الأستوديو الأستاذ ماجد الكناني الصحافي والإعلامي أستاذ ماجد هناك 47 شخص من الجزائر قدموا إلى المملكة العربية السعودية في مطار الأمير نايف بن عبد العزيز لقصيم لكن بعد ما جاءوا السعودية اكتشفوا أن الفياز التي يحملونها هي فياز مزيفة وليست فياز حج طبعا بعدها اتخذت المملكة إجراء كان فيها كثير من الشرف في هذا القرار وهو أن تتكفل بهم المملكة من سواء من سكن وغذاء حتى يتموا هذه الشعيرة تعليقكم كصحافي في هذا الأمر هو موقف إنساني نبيل غير مستغرب على السعودية وخاصة في موضوع الحج المملكة لا تقبل العبث في أمر الحج أي أمر يتعلق بالحج هذه الحادثة وهذا الموقف الذي حدث يجب أن يعرف الجميع أن الشركة التي قامت بالاحتيال على هؤلاء الأخوة الجزائريين هي من الجزائر وتم حسب المعلومات التي وصلت إلينا إيقاف الشخص حتى الآن في الجزائر موجب بلاغ من السلطات السعودية لكن موقف السعودية كان جميل وبتوجيه من سمو ولي العهد الأمير محمد بن نايف تم استقبالهم بعد أن هبطوا في القصيم وإيواءهم في فندق خمسة نجوم وإنهاء إجراءاتهم واستخراج تصاريح حج أو تراخيص حج نظامية في غضون 24 ساعة وتم نقلهم إلى مكة طبعا كما قلت هو موقف إنساني نبيل وليس مستغرب على المملكة ويعني هذا ما أعلن هناك أحداث كثيرة وهناك مواقف كبيرة وجميلة لم تعلن فعلا هذه الجهود الغير مستغربة التي تتوالى من المملكة العربية السعودية تجاه ضيوف الرحمن من كل حدب وصوب الذين يأتون لزيارة هذه الأماكن المقدسة إذن كان معنا في هذه الزاوية زاوية الصحافة الأستاذ ماجد الكناني الصحافي والإعلامي شكرا جزيلا لك لتوجدك معنا شكرا لك إذن مستمعين الكرام ما زلنا متواصلين معكم في أخبار الحج ولكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام مجددا ميقات أهل اليمن القديم أو ميقات أهل تهامة ميقات يلملم هو مركز تابع لمحافظة الليث التابعة لمنطقة مكة المكرمة لنتعرف عليه أكثر نتابع التقرير التالي ميقات يلملم على بعد مئة كيلو متر جنوب مكة المكرمة يقع ميقات يلملم ويقال له ألملم وهو ميقات أهل اليمن وتهامة وحجاج جنوب الجزيرة العربية وحجاج جنوب شرق آسيا وحجاج الهند يقع ميقات يلملم في مركز السعدية بالطريق إلى مكة المكرمة للقادم من اليمن ويلملم الآن هي قرية السعدية التي تقع شمال محافظة الليث على الطريق الساحلي جنوب مكة المكرمة كما يقع ميقات يلملم بمحاذاة الميقات الأصلي الذي يسمى السعدية فالطريق القديم الذي يمر بيلملم مباشرة تحول إلى طريق السعدية ثم تحول إلى الطريق الساحلي الحديث وذكر المؤرخون أن يلملم واد متعدد الروافد من أودية الحجاز التهامية يأخذ أعلى مساقط مياهه من شفى بن سفيان وتنحدر أوديته إلى البحر وقيل هو جبل من جبال تهاما وأهل كنانا فيه مسجد لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وتشبه قمته في شكلها الاستواني قمة جبل النور بمكة المكرمة وبجوار ميقات يلملم يقع جبلا شامة وطفيل ويحكى أن بلال بن رباح رضي الله عنه كان إذا أصابته الحمى يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل وهل أرد يوما مياها مجنة وهل يبدوا لي شامة وطفيل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشأم الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمر فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها رواه البخاري فيلملم ميقات أهل اليمن بنص الحديث النبوي الشريف أصدرت السلطات في المملكة أساورة إلكترونية للحجاج كما ستستخدم كاميرات المراقبة لتجنب تكرار حوادث التدافع التي تتسبب بوفاة الحجيج وتبذل السلطات السعودية هذا العام جهودا لتعزيز إدارة حركة الحشود وأجرى ألاف من الموظفين الحكوميين وأفراد الأمن والمصعفين تدريبات في الإعداد للحج والوقوف بعرفات يوم الأحد المقبل وتقول المملكة إنها تنشر المزيد من العاملين وزادت التنسيق مع الدول التي ترسل بعثات حج لضمان التزام الحجاج بالمواعيد المتفق عليها لأداء المناسك وركبت مئات من الكاميرات المراقبة الجديد في الحرم المكي وفي خبرنا هذا يسود في تركيا جو من الفرحة هذه الأيام حيث يودع الحجاج الأتراك أهاليهم وهم متوجهون للحج ومتشوقون لزيارة بيت الله الحرام وتأدية هذه الفريضة العظيمة نشاهد برفقتكم التقرير التالي من تركيا يسود جو خاص في تركيا في هذه الأيام المباركة حيث تحيط أجواء الفرحة والسعادة والمحبة في واحدة من أركان الإسلام الخمسة وهي أداء مناسك الحج فالحنين إلى بيت الله الحرام والشوق إليه مشاعر تغمر قلوب هؤلاء الذين أنعم الله عليهم بزيارة البيت كلما حل موسم الحج وهبت نسائمه سعدته لا تصف أحمد الله تحقيق زير الأمنية بالزهاب إلى بيت الله الحرام ولعل الجامع المشترك بين الحجاج الأتراك هو الإشادة بالجهود الكبيرة التي تبدلها المملكة العربية السعودية لتسيير وتسهيل الخدمات للحجاج وتطويرها بصفة دائمة ومستمرة ليتمكنوا من أداء شعائرهم بكل يسر وأمان أتقدم بشكر جزيل المسؤولين في المملكة على الخدمات الجليلة التي قدمونها للحجاجة أحمد الله على هذه النعمة بأنمنى الله علي بالزهاب لأداء هذه الفريضة في هذا السن ففي مطار اسطنبول الدولي حالة من الفرح والسرور رافقت الحجاج المغادرين إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج مشاعر مصحوبة بالتبريك لهم بعد أن منى الله سبحانه وتعالى عليهم ليكونوا ضيوف الرحمن الذين دعاهم هذا العام لأداء هذه الفريضة المباركة سعادته لا توصف وأشكر الله تعالى عن أنمنى الله علي بالزهاب إلى الحج في هذا السن سعيدة جدا بالزهاب إلى بيت الله الحرام وسأدعو لجميع المسلمين في هذه الأراضي المباركة ويرى مراقبون مهتمون بالشؤون التركية أن زيادة الكبيرة في الطلب على أداء فريضة الحج بتركيا هذا الموسم يرجع إلى التحسن الذي طرأ على الأوضاع الاقتصادية في البلاد خلال السنوات الأخيرة الماضية نشكر الحكومة السعودية على جهودهم الجبارة المبذولة لتسهيل أداء الحجاج مناسكهم وأعتقد أن التوسعات الجديدة في الحرم بعد الانتهاء منها ستوفر جو أكثر راحة للحجاج في المواسم المقبلة هذا وقد خصصت إدارة المطار مكانا لتقديم الرعاية الطبية والخدمات للمسافرين لأداء فريضة الحج ومكانا آخر يسمح للحجيج بالإحرام فيه قبل ركوبهم الطائرات ويتوافد الحجاج الأتراك هذه الأيام إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج أمنيت كل مسلم لتربية النفس وتنقية الروح أجواء إيمانية مقرونة بدموع الفرح ودعاء الأهل والأقارب هي الحالة التي سادت حجاج الأتراك المغادرين لأداء فريضة الحج بعد أن مل الله سبحانه وتعالى عليهم بزيارة الأراد المقدسة طاها عودة لقناة إقراء الفضائية إصنبول أسعار الحملات في الحج مشاهدين الكرام متفاوتة بحسب الخدمات المقدمة لتسليط الضوء على هذا الجانب نايف الحميدي وفنى بهذا التقرير نتابع عملت وزارة الحج على تحديد أسعار الشركات تحديدا كميا ونوعيا لجميع الخدمات التي تقدمها الحملات وفق برامج وضعتها لتسجيل الحجاج على شرائح الخدمة المسعرة وذلك ضبن البرنامج العام للخدمة بعدها تجيل译 تقولي رفئةieran الشريح اللي هي الأليف واحد الثالثين بعدين اللي هي الشريحة الثالثة الشريحة الأولى وشريحة الثانية وشريحة الثالثة بعدها تتقولي هي المنخفض منخفض التكلفة وفيها خمسة فئات منخفض التكلفة في ألف وبى وقيم ودال وها وكلها تختلف أسعارها طبعا منخفض تقريفة تفاوى تسعارها من 3500 إلى 4500 وبالنسبة للبرنامج العام من 5200 إلى 14000 تقريبا بالنسبة للفئة بلس وعلى الحاجة أنه يشوف ما هو مناسب له ويحقص على هذا الأساس تكاليف حملات حجاج الداخل حددت بثلاث شرائح رئيسية لتكون أعلى تكلفة للحج بها لا تتجاوز 11890 ريال وذلك ضمن البرنامج العام للخدمة حيث تضاف إلى برنامجي الحج الميسر والحج منخفض التكلفة والذي حدد بثلاثة ألاف ريال كحد أدنى والله هناك مثل قديم إذا سبحت لي أن أقوله بالعامية المثل الحجازي يقول يا جاري أطبخي قالت يا سيدي كلف لا يمكن أن تضع خدمة مرضية بأقل القليل هذا الأمر الأول الأمر الثاني مجموعة كبيرة من من لديهم الخبرة في شركات الحج نحن ضد الميسر والمخفض لأنني أنا رأيت بأم عيني من خلال الدراسة ومن خلال البحث ومن خلال تجولي وبحثي في هذا الأمر على سبيل المثال ذهبت العام الماضي إلى سوق الخضار على سبيل المثال في مكة وفي جدة تعمدت يعني أني أقوم بالدور هذا البحثي فوجدت أنه العاملين في المطابق المتعاقدة مع الشركات التي لديها مخفض وميسر يبحث عن أسوأ الخضار وأرخصها عن أسوأ الفواكه عن اللحوم المتلجة عن اللحوم المبردة هو قبل أن يقدم هذه الخدمة بشعر مخفض وبالتالي هو يبحث عن أسوأ المواج وأسوأ ما هو في السوق هذا حرام المفترض أنه لا يقبل إطلاقا إلى هنا أعزائنا المشاهدين نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية نشرتنا لهذه الليلة غدا بإذن الله تعالى لنا لقاء في نفس الزمان والمكان تقبلوا تحياتي أنا محدثكم عالي القرني وزميلي عمر البلقاسي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة